هذا ووصف الملك الاردني عبدالله الثاني الطيار معاذ الكسسبة بالبطن الذي قتل على يد تنظيم وصفه بالزمرة المجرمة الضالة قال الملك عبدالله الذي يزور الولايات المتحدة حاليا في كلمة تلفزيونية ان الكسسبة مات دفاعا عن عقيدته ووطنه وامته نقف اليوم مع اسرة الشهيد البطن معاذ ومع الشعبنا وقواتنا المسلحة في هذا المصاب الذي هو مصاب الاردنيين والاردنيات جميعا وفي هذه اللحظات الصعبة فان من واجب جميع ابناء وبنات الوطن الوقوف صفا واحدا واظهار معدن الشعب الاردني الاصيل